الناس درجات ثلاث فيه مقلد وفيه متبع وفيه مجتهد طبقات الخلق بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فيه مجتهد ده بقى اللي فوق خالص زي الأئمة كده الكبار زي الأئمة مسلم الأئمة البخاري والأئمة الشافعي والأئمة الحنيفة الأئمة مالك الأئمة الكبار دولي كلهم مجتهدون كلهم أهل اجتهاد مطلق أو مقيد على قول يعني لكن أهل اجتهاد ونظر ويليهم طبقة اسمها الأتباع زي حالتنا كده متبع هو مش عامي ومش مجتهد بالدرجة الأولى مش ما يعرفش يستقل بالاجتهاد لوحده لازم يشوف له حد يمشي وراء بس يخير بينهم بإيه باتباعهم للنص أو بما يتصور هو حسب بحثه ونظره أن ده أقرب للصواب وأقرب للنص وأشده وأقرب للصواب وأتبعه للحق في المسألة فده متبع رجل بينظر في الأذلة وبفهم شوية ما بمشي يعني أموره وماشي وراء إمام برضو ما بيجيب ما بمشيش وراء نفسه وفيه بقى مقلد اللي هو لا يستقل بالنظر وسمي عاميا من العمى إنه مش شايف هو فيما يخش في العلم تقول له بقى القياس والاستصحاب ومش عارف والبتاع والعلة والكلام ده كله والمناط والبتاع هو ما بعرفش الكلام ده خالص ما روش مع روش مع روش علاقة تقول له أنت صحيح وضعيف ومنكر ومدرج إيه الكلام دوت أنا من الآخر عايز ده حلال ولا حرام قولي من الآخر حلال ولا حرام بس ده اللي هو عايز يفهمه فهنا ندخله في السكة كوه مش شايف حاجة خالص في السكة دي ولا فهم حاجة من الكلام دوت فده عامي مقلد فإنها الثلاثة قلنا عامي المقلد دوت ما روش كلام ما ينفعش تكلم في الأدلة أصلا موعيب أوي بنى الفضائح اللي احنا النهاردة منشوفها كتير أوي 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 أن يأتي بعض المقلدة اللي هم في الواقع بل هم أقل من المقلدة كمان درجة اللي هم ملوش ملوش أي علاقة بالعلم الشرعي وعايز ينصب نفسه مجتهد كده فجأة مجتهد هتا مثلا مش متابع هتا عايز هو مجتهد من الباب للطار هو لا عارف الأدلة ولا عارف أدوات اجتهاد ولا عارف نصوص ولا عارف حاجة خالص بمزاج وبهواء فهذا من مصائب الدنيا وما أكثر هؤلاء اليوم يعد يتكلم في دين الله ويجتهد ويخالف ويوافق العلماء لا إما هو ولا يعرف حاجة فمثل هذا ينبغي أن يؤدب لا أن يناقش الأشكال دي لا تناقش نخشف إيه أنا أعجب وكل العجب لما لاقي واحد من أهل العلم يتنزل يتنزل ويسفل من نفسه ويحطه من العلم ويهينه ويجلس ناظر واحدا من هؤلاء الأراضل ممن لم يحترموا أنفسهم ولا الدين ولا العلم ولا الجمهور يجي واحد ليس له أي موهلات علمية ولا شرعية درست إيه حضرتك أنت فاهم فيه مش فاهم في حاجة خالص طيب إيه مشكلتك أنا بصراحة مش عاجبني البخاري دوت خالص طيب مش عاجبك على أي أساس يعني أو مش عاجبني مستم والكلام بتاعك ودخل ما فيش مانع ده حر جدا وفي حد يملك لحد يرغمه على شيء مش عاجبك ليه هل هو مش عاجبك أنك أنت درست العلم دوت وبعين طلعت على عيوبه ولا كده مش عاجبك كده يعني مش راكب معاك مش جاي على نجمك تبع بتعود الجماعة الأبراج والحاجات دي يعني هواة مش جاي على هواك إيه يعني مش عاجبك إيه ما بتحبوش يعني ولا إيه مش فاهمين لو مش عاجبك من باب ما بيحبوش ومش راكب على هواك وبصراحة ما بدايقني ما خلاص هو ما حدش قال لك يعجبك يعني أنت حرب مع نفسك خلاص ما فيش حاج بيقولك إن هذا الكلام نقدر نتناقش مش نقشك في نقشك في واحد بيحبش ما بيحبش اللحمة خلاص يعني أنت حرب عنك محبته هذا لا يقلل من شأنها شيئا أنت حرب هو بقى مع نفسه دوت يعني بحتاج إلى هداية وإلى تعليم ده يتعلم مش ناقش ويناظر على ذلك وواحد يقول لك آه أنا درست درست عاني تكلم بقى بالدراسة دي بالأصول بتاعت الفن دوت ده علم ليه أصول عاني تكلم بيها لا أمس تكلم بصول العلم تكلم بمزاجي أنا ده ما ينفعش فهذا من تضيع العلم أن يدلس أمام هؤلاء تعمله إيمان ما تروح تنقشه وانت راجل متخصص ودارس وفاهم وهو جايب يخبط ومن يرضى بهذا في الدنيا وينفع أنا راجل متخصص في علم هو شرعي أروح أناقش أستاذ دكتور في الزرة في مسائل أنا لم أمر عليها قد في العلم ماذا لا استهدهاش خالص أقول له الله ينفيش حاجة اسمها الزرة دي خالص بقى معليش يعني تب ليه كده يا أخي أنا مش شايف الزرات دي وما بقى فهمه ومش بقى ملي بقى حبهاش وده كله كدب في كدب ولا حصل منه حاجة خالص اسألنا أنا والدليل إن لو كان فيه زرة يبقى مش عارق وقعد بقى خرفت أخرف بقى في الكلام بقى وهلفت أي حاجة والسلام تب ده ممكن عمروكو شفتم حاجة زي كده في الدنيا شفتم أي برنامج برامج الهلس بتستضيف واحد مش متخصص يناقش واحد متخصص في أي حاجة غير الدين ما بحصلش مش ممكن يقولوا إيه الكلام فإزاي من يقبل هذا من الناس إزاي يعني نجيبه أستاذ دكتور في مادة نتخصص ونجيبه أستاذه واحد عامي في هذه المادة ما درسهاش جاهل بالمادة دي خالص ويتنقش تنقش معاه في إيه بتاع إيه إيه الموضوع يعني انت فاهم إيه أصلا مش ممكن تترونه إطلاقا في الدنيا ولا وممكن يكون حصل مرة في التاريخ وده حدي فين لكن في العلم والدين آه أوي 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 نجيب الشيخ الفلاني العالم الجليل ونجيبه قدامه واحد هلفوت مايفهمش أي حاجة هلفوت في العلم يعني خد يكون في نفسه رجل فاضل وحر ومفروض ده يقعد يسمع دوت وينازره ونازره بإيه كده بالبركة كده رد عليه بقى والتاني هو يقعد بقى يا ايد ويقعد ويتنطط ويشتم ويعمل حرية راقيه بقى أنا عايزة أنا أنا بدا بقول اللي عندي طب مع نفسك مش ممكن يكون ده إطلاقا سبيل من سوق البيان الحق فالأمر ده في غاية الإشكال فالناس مقلد عامي ده لا يتكلم في الأدلة مش لعبيته خالص تكلم في إيه ما يفهمش فيها أصلا ما يعرفهش أساسا تكلم فيها إزاي نظر فيها إزاي دا وفيه متابع هذا ممكنه نظر وتكلم معه رجل متابع دارس يتكلم على أصول فنتكلم بالأصول للصبح ويخالف ما يشاء ويخالف من يشاء هو حر ما وسعه النظر تكلم بعلمه وبدليله بقواعد يحكرم مهما وصل إلى نتيجة إن شاء الله يوصل إلى عكس نتيجة ما يراه مخالفه وحر اجتهاده أداه إلى هذا وواحد مكتهد كبير فمسلم بقى رحمه الله لو كان على مذهب واحد من المكتهدين الأربع الإم المشاهير يعني وإلا فأهل الاجتهاد كثيرون جدا لكن الإم المكتوعين اللي هم اشتهرت مذاهبهم الأربع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان في غيرهم أصحاب مذاهب كثيرون لكن انقرضت مذاهبهم ما بعش لها أتباع كان هناك ابن جيري طبر له مذهب والأوزاعي وأبو ثور والثوري نزجوا كلها كان لها مذاهب كان لها مذاهب والأوزاعي وشهر نزجوا كلها كان لها مذاهب في قياة زي أبو حنيفة ومالك وليس ابن سعد كان لهم مذاهب كان أهل اجتهاد لكن ضيعهم أصحابهم ما لقوش حد يعتني بهذا المذاهب لم ترزق هذه المذاهب الحظوة بسبب أسباب كثيرة جدا يعني الإمام الشافعي كان يتمنى في حياته أمنية أن يلقى الإمام ليس ابن سعد إمام الشافعي كان يقول له من أمنيات حياته إن هو ينعم بالنظر في وجه الليث ابن سعد إمام أهل مصر رحمه الله تعالى فبعلا لما جاء مصر شافعي كان الليث مات خلاص من زمانه فكان يتحصر على أنه لم يلقى هذا الإمام وكان الشافعي وهو قد لقي مالك ابن أنس كان يقول الليث ابن سعد أفقه من مالك أعلم بالفقه من مالك الليث أفقه من مالك آه أفقه من مالك ما لفين مذهب الليث ابن سعد حتى في مصر وحنا في مصر هو فيش حد ليثي خالص يعني قال لكن أصحابه ضيعون أو إلى أقال لكن أصحابه لم يقوموا به للأسف لم يرزق الليث ابن سعد بأصحاب يخلصون لعلمه وينشرونه على المستوى اللائق فيكون له هذا الانتشار لكن الإمام مالك رحمه الله رزق الحظوة كان عنده حظوة كبيرة جدا فرزق بأصحاب وتلاميذ جاءوه من شتى أنحاء الأرض من الأندلس ومن مصر ومن الشام ومن كل البلدان ونقلوا علمه ونشروه في الأفاق وكانت بعض البلاد بعض الخلفاء تتبنى هذا المذهب فالمجتهدون كانوا كثيرين لكن لم يبقى لم تبقى مذاهب كثير منهم بسبب كما قلنا أن أصحابهم ضيعوهم تبقى ماذا؟ تبقى ماذا؟